اهلا وسهلا بكم طلاب وطلبات الصف السادس الابتدائي هنستكمل مع بعض شرح مادية العلوم المقدمة احتراف وإشراف وزارة تربية والتعليم احنا النهاردة وصلنا للمحطة الأخيرة بتاعتنا في المنهج وهي الدرس الأخير في منهجنا في الواحدة الرابعة كنا بدأنا المرة اللي فاتت وتكلمنا انه وحددتها معنوان التركيب والوظيفة في الكائنات الحية وعرفنا ان في الواحدة دي هنتكلم على اجهزة جسم الانسان بدأنا المرة اللي فاتت بالجهاز العصبي النهاردة هنتكلم عن جهاز مهم جدا مسؤول عن خاصية بتميز وتفرق الكائنات الحية عن الكائنات الغير حية الخاصية هي خاصية الحركة وجهازنا اللي هنتكلم عنه النهاردة بعنوان الجهاز الحركي قبل أن نتكلم على الجهاز الحركي والتركيب بتاعه أنا عايز أعرف في الأول خالص مقدمة بمعنى الحركة وأهمية الحركة بالنسبة لنا ككائنات حية طبعاً زي ما قلنا في المقدمة أن الحركة هي أحد الصفات التي تميز الكائن الحي عن الكائنات الغير حية ونحن درسنا قبل كده أن في صفات معينة بتميز الكائنات الحية من ضمنها كانت الحركة طيب في البداية خالص أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة حركة الحركة عندي هي قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه بمعنى الكائن الحي لو عارف يغير مكانه في الوسط اللي موجود فيه هو كده بيكون بعملية الحركة أو الانتقال طيب إحنا ليه بنتحرك؟ بنتحرك سعياً وراء المنافع بحيث إحنا بنتحرك من البيت للمدرسة مثلاً عشان أخذ المنفعة وهي التعلم رقم اتنين إحنا ممكن نتحرك تجنباً للأذى أو الابتعاد عن المخاطر زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وشرحنا وعرفنا أن فيه حركة الجسم بيعملها تسمى الفعل المناكس إن هي حركة تلقائية الحركة دي بقى الغرض منها اللي هو إيه تجنب المخاطر أو البعد عن الأذى فأنا كده عرفنا أن الحركة تعرف هي قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه وعرفنا أهمية الحركة طيب هنبدأ مع بعض دلوقتي إزاي الحركة دي بتمي الحركة بتتمي في جسم الإنسان من خلال الترابط والتكامل والتنصيق أكيد طبعاً طالما قلنا الترابط وتكامل وتنصيق لازم يكون الجهاز رقم واحد والجهاز العصبي زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو الجهاز المسؤول عن التنظيم والاتصال والتحكم طيب الجهاز العصبي هيتحكم في إيه؟ الجهاز العصبي عندي هيتحكم في العضم اللي موجود في الجسم والعضلات المحيطة به عشان كده هيتحكم في جهاز اسمه الجهاز اللي هيكلي وهيتحكم في جهاز تاني اسمه الجهاز العضلي طيب بما إن الجهاز العصبي دلوقتي جهاز مهم جداً زي ما عرفنا المرة اللي فاتت وبنعرف دلوقتي إنه هو ممكن بيتحكم في أجهزة الجسم للقيام بالوظائف الحيوية أنا عايز أعرف إزاي أحافظ على الجهاز ده طيب إزاي نحافظ عليه؟ رقم واحد إن أنا لازم أو رقم واحد عندي عدم الإصراف في تناول مواد المنبهة طبعاً مواد المنبهة زي الشاي والقهوة الحاجات دي طبعاً بتأثر على فترات النوم رقم اتنين الإبتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة طبعاً بتأثر على فترات النوم رقم ثلاثة عدم إرهاق أعضاء الحس بالجلوس فترات طويلة أمام التلفزيون أو الكمبيوتر رقم أربعة إن أنا لازم أعطي الجسم فترة كافية للراحة أثناء النوم رقم خمسة تجنب مواقف الانفعال الشديد رقم ستة الإبتعاد عن مصادر التلوث وطبعاً عندنا مصادر التلوث مثل أماكن الضوضاء اللي أتخذنا المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع طبعاً لأنها تؤثر سلباً على الجهاز العصبي طبعاً أهم حاجة عندي ممارسة الرياضة البدنية آخر حاجة عندي في خسائل المحافظة للجهاز العصبي اللي ابتعاد عن الإدمان طبعاً لأنه يؤثر سلباً على الجهاز العصبي ويسبب رقم واحد الإدمان ممكن يعمل أعقد الذاكرة والتعلم رقم اثنين التوتر العصبي رقم ثلاثة الأرق رقم اربعة فقد الإحساس بالزمن طبعاً بعد معرفنا أهمية أو كيفية المحافظة على الجهاز العصبي لأنه طبعاً هو جهاز مهم جداً بيتحكم في أجهزة الجسم المختلفة للقيام بالوظائف الحيوية عرفنا كيفية حدوث الحركة أنها بتحدث نتيجة الترابط والتكامل والتنصيق بين رقم واحد زي ما قلنا الجهاز العصبي رقم اثنين الجهاز الهيكلي متمثل في العظام بتاعت الجسم رقم ثلاثة الجهاز العضلي متمثل في العضلات المغلفة لعظام الجسم طيب أنا عايز أتكلم على الجهاز الهيكلي عشان أعرف التركيب بتاعه الجهاز الهيكلي بتاعنا بتكاون من جهازين مهمين جداً رقم واحد عندنا هيكل محوري يبقى أنا عندي الجهاز الهيكلي بتكاون من هيكل محوري بيضم عظام الجنجمة العمود الفقاري القفص الصدري طيب رقم اثنين عندنا هيكل طرفي والهيكل الطرفي هنا متمثل في الطرفين العلويين ودول بيمثلوا الزراعين الطرفين السفليين بيمثل الأرجل يبقى أنا عرفت دلوقتي تركيب الجهاز وعرفت كل عضو بينتمي أو موجود فأني هيكل يعني مثلا لو قلنا الجنجمة هتبقى هيكل محوري الطرفين العلويين هيبقى الهيكل الطرفي طيب هندرس مع بعضي دلوقتي وهنعرف تركيب كل هيكل منهم إذا كان هيكل محوري أو هيكل طرفي ووظيفة كل جزء من أجزاء كل هيكل طيب في البداية خالص عايز أعرف بس إيه عايز أعرف البيانات الموجودة على الرسمة بتاعت الهيكل العظمي كاملا رقم واحد أنا هبدأ بمين هبدأ بالجنجمة رقم اثنين عندنا في اصدراع عظمة وسمى عظمة العدد رقم ثلاثة عندنا القفص الصدري رقم أربعة عظمة الساعد رقم خمسة عندنا لوح الكتف رقم ستة عندنا عظمة أمامية في القفص الصدري تسمى عظمة القص رقم سبعة طبعا يشير إلى العمود الفقاري رقم تمانية عظام الحود رقم تسعة أنا بشير إلى مفصل الرجبة رقم عشر عندي عظام اليد رقم حداشر عظام أو عظمة الفغز اتناشر عظماتها الساق وآخر حاجة عندي عظام القدم ده يعتبر التركيب التفصيلي للهيكل العظمي في جسم الإنسان طيب هنبدأ مع بعض ونفتكر تاني زي ما قلت لك الجهاز الهيكلي بيتكون من هيكل محوري وهيكل طرفي هنبدأ مع بعض الهيكل المحوري بما أنه محوري أكيد هيكون فيه أعضاء مهمة جدا بتقوم بوظائف هامة جدا طيب رقم واحد أنا هبدأ بالجنجمة رقم اتنين العمود الفقاري رقم تلاتة القفص الصدري وطبعا الأعضاء دي أو الأجزاء اللي بوجودها في الهيكل المحوري هي أعضاء أهمة جدا لأنها بتحمي داخلها أعضاء أكثر أهمية هنبدأ مع بعض رقم واحد ونتعرف على الجنجمة الجنجمة عبارة عن إيه؟ لو أنا عايز أعمل وصف الجنجمة هي عبارة عن علبة من العزم علبة العزم دي بتحتوي على تجويف العينين الأنف الأزلين والفم هي عبارة عن فتحات موجودة في العلبة التي تسمى الجنجمة طيب إيه وظيفة الجنجمة؟ رقم واحد أو ممكن نقولها وظيفة تتمثل في حماية المخ طبعا لو فاكرين مرة لفتنة ما تكلمنا عن المخ عرفنا مكانه وعرفنا موقعه وعرفنا أنه موجود داخل الجنجمة وطبعا لحمايته رقم اتنين الجنجمة بتحمي أعضاء الحس طيب رقم اتنين أنا هتكلم على القفص الصدري هنعمل وصف ليه ونعرف هو بيتكون من إيه رقم واحد القفص الصدري يتكون من اتناشر زوج من الدلوع طبعا من الخلف تتصل بالأعمود الفقاري ومن الأمام العشر أزواج الأولى متصلة بعزمة القص ويوجد زوجان من الدلوع لا يتصلان بعزمة القص وتسمى الدلوع العائمة طبعا دول موجودين في أسفل القفص الصدري طيب وظفت القفص الصدري إيه طبعا كنا اخذنا الكلام ده السنة اللي فاتت وفي سنة 4 ابتدائي عرفت ان القفص الصدري بيحيط بالقلب ورقتين كويس طبعا لحمايتهم يعني مثلا لو جيه سؤال علل يوجد القلب داخل القفص الصدري أكيد طبعا لحمايته طب ايه تاني القفص الصدري بيحصل فيه عملية زيادة في الحجم ونقصان في الحجم للمساعدة في عملية الشهيق والزفير يعني معنى كده ان هو ليه دور في عملية التنفس طيب رقم 3 انا هتكلم على الجزء الثالث في الهيكل المحوري وهو العمود الفقاري كنا احنا المرة اللي فاتت في الجهاز العصبي سمعنا الاسم وعرفنا وظيفته بس كنا عدين عليه بسرعة العمود الفقاري وظيفته ان هو بيعمل ايه او يوجد داخله الحبل الشوكي طبعا لحمايته انا النهاردة عايز اعمل وصف وعرف هو بيكون من ايه هل هو قطعة واحدة يعني هل هي عزمة ولا هي متقسمة لعظام اصغر طبعا في الوصف بتاعنا هيتطدح ان العمود الفقاري يتكون من 33 فقرة عزمية والفقرات هي عبارة عن عظام صغيرة توجد في الهيكل المحوري عشان طبعا لو جاء قال لي مثلا الاكتو بالمستلع العلمي عظام صغيرة توجد في الهيكل المحوري هقول له الفقرات العزمية طب عددهم قد ايه عرفنا ان عددهم في العمود الفقاري 33 فقرة عزمية طيب هل العزم دي ملامسة لبعضيها او لبعضها اثناء الحركة اكيد طبعا لو هي ملامسة لبعضها اثناء الحركة هتتولت قوة تسمى قوة الاحتكاك طبعا الاحتكاك هيعمل على تآكل العزم ربنا سبحانه وتعالى عشان ايه يمنع حدوث احتكاك الفقرات اثناء الحركة ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا غضريف عبارة عن انسجة لينة موجودة بين العزم لتمنع احتكاك الفقرات ببعضها طبعا أثناء الحركة طيب ممكن نلخص ونقول وظيفة العمود الفقاري رقم الواحد أو رقم واحد يسمح للجسم بالإنحناء في الاتجاهات المختلفة يعني تعالوا تخيل مع بعض أن العمود الفقاري بتاعنا في جسم الإنسان كانوا وبارة عن عظمة أو عظمة واحدة العظمة دي لو ملتاحة ما فيهاش فقرات بتسمح بالحركة طبعا لا يمكن للجسم الإنحناء في أماكن مختلفة رقم اتنين وظيفته وظيفة حماية داخله طيب لو جي سألني علل وقال لي توجد غضاريف بين فقارات العمود الفقاري عرفنا الغضاريف عبارة عن نسيج لين يوجد داخل أو بين الفقارات بتاعت العمود الفقاري لمنع احتكاك الفقارات أثناء القيام بالحركة طيب احنا كده تكلمنا على الهيكل المحوري عرفت الجنجمة وعرفت القفص الصدري وعرفت العمود الفقاري رقم اتنين هنتكلم على الهيكل الطرفي طبعاً لو احنا فاكرين في الأول خالص أو في البداية لما قسمنا الجهاز الهيكلي كلمنا على هيكل محوري وكلمنا على هيكل طرفي وعرفنا الهيكل المحورة بتكون من؟ عظام الجمجمة وعندنا القفص الصدري والعمود الفقاري واتكلمنا على رقم اتنين في الهيكل والجهاز الهيكلي الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي عندي أو في جسم الإنسان بيضم عظام رقم واحد عظام الطرفين العلويين طبعا عظام الطرفين العلويين متمثلين في الزراعين وطبعا الزراعين بيتصلوا بعظام أو عظمة الكتف رقم اتنين عندي عظام الطرفين السفليين طبعا عظام الطرفين السفليين متمثلين في الأرجل وطبعا الأرجل متصلة بعظام أو عظمة الحوض طبعا عظمة الحوض وعظمة الكتف لازم نكون فاكرين ما كانهم بالزبط عظمة الكتف هي علوية عظمة الحوض موجودة في منتصف الجسم الشكل الأدامي ده ممكن يبين أماكن أو أطراف أماكن الطرفين العلويين بالزبط فين وأماكن الطرفين السفليين بالزبط فين والعظام المتصلين بيهم طيب هنتكلم دلوقتي في البداية خالص على عظام الترفين العلويين عايز اعرف هم موجودين فيين بالزبط؟ التركيب بتاعهم ايه وعايز اعرف الوظيفة بتاعتهم تب نبدأ اول حاجة بالوصف وصف عظام الترفين العلويين عبارة عن ايه؟ عبارة عن عظام متصلة بعزمة او بلوح الكتف طيب لوح الكتف موجود طبعا في الترف او الجزء العلوي العظام دي بتشمل ايه؟ لو انا بسطنع لزراع انا عندي الزرابة أنا بيتكون من 3 أنواع من العظام عندي عظمة العدد رقم 2 عظماتها الساعد رقم 3 وعظام اليد عشان نفتكر النقطة بتاعهم بالزبط احنا خدنا بناخد في العربي حاجة اسمها مفرد ومثنى وجمع فعندي عظمة هي مفرد عظماتها هي مثنى وعندي عظام هي جمع فلكده عندي عظمة العدد عظماتها الساعد وعظام اليد طيب ده وإحنا فكرنا كده عظام الترفين العلويان بتعمل إيه بالزبط في الجسم طبعاً أنا بستخدم الترفين العلويان اللي هم الزرعين في تناول الطعام والشراب رقم 2 ممكن استخدامهم في الكتابة رقم 3 الامساك بالأشياء طيب رقم 2 هتكلم على عظام الطرفين السفليان زي ما قولنا في الوصف بتاعنا إن عظام الترفين السفليان بتتصل بعظمة الحود كويس طيب عظام الطرفين السفليان زي ما قولنا هي بتشمل أرجل جسم الإنسان هي عبارة عن إيه؟ بنفس الكلام مفرد ومثنى وجمع عندي عزمة الفقد عزمتها الساق وعظام القدم بحيس؟ هنتكلم بعد كده على وظيفة عظام الترفين السفليين طبعاً الوظيفة بتاعتهم بتتمثل رقم واحد ممكن نستخدمهم في الماشي والجري رقم اتنين الوقوف والجلوس رقم تلاتة حمل باقي أجزاء الجسم بكده نكون احنا انتهينا من كلامنا عن الجهاز الهيكلي اللي هو الهيكل المحوري بيضم الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقاري والهيكل الطرفي الذي يضم عزام الطرفين العلويين عزام الطرفين اسفليين طب ممكن نعمل ملخص سريع لكل اللي احنا قلناه احنا اتكلمنا على الجهاز الهيكلي وان الجهاز الهيكلي بتكون من نوعين من العزام رقم واحد عزام الهيكل المحوري رقم اتنين عزام الهيكل الطرفي طبعا الهيكل المحوري زي ما قلنا بيشمل المجمع والعمود الفقاري والقفص الصدري طيب الهيكل الطرفي بيشمل عظام الطرفين الولويان الطرفين السفليان طيب انا عايز اتكلم بقى على حاجة مهمة تانية خالص تعالوا نتخيل ما بعض لو الجسم بتاعنا كان ملتحم وعبارة عن عظمة واحدة طبعا في الحالة دي الجسم لا يمكنه الانحناء في اتجاهات مختلفة ولا يمكنه القيام بالحركة في اتجاهات مختلفة طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقنانا في جسمنا حاجة مهمة جدا بتساعدنا على القيام بالحركة وهي المفاصل الهيكل العظمي عندي عبارة عن مجموعة من العظم وطبعا الهيكل العظمي مش هيرف يكون بالحركة لو كانت العظم دي ملتحمة مع بعضهم طبعا اشان لو جاي قال لي ماذا هيحدث اذا كانت عظم الجسم ملتحمة مع بعضها او عظم الجسم عبارة عن عظمة واحدة طبعا لا يمكن القيام بالحركة طبعا نعايز أعرف أماكن المفاصل فين بالزبط في جسم الإنسان هنلاقي أن تلتقي كل عظمة بالعظمة الأخرى في منطقة تسمى المفصل الشكل الأدامي ده بيوضح أماكن وجود المفاصل في جسم الإنسان فين بالزبط طبعا هنلاحظ أماكن أو مواضع التقاء الإعظام وبعدها بيعمل أو بيكون منطقة تسمى المفصل طبعا زي ما قلنا هي مواضع تقابل الإعظام في الجسم طب ايه أهميتها؟ المفاصل عندي مهمة جدا لأنها زي ما قلنا بتسمح أو تساعد الجسم على القيام بالحركة طيب لو جيسا قالني وقالني ماذا يحدث إذا كانت عظام الجسم ملتحمة مع بعضها يعني مثلا عظام الجسم كلها كانت عظمة واحدة طبعا في الحالة دي لا يستطيع الهيقع لعظم القيام بالحركة طيب هل المفاصل دي كلها نفس الأنواع أو نوع واحد؟ طبعا هلاقي ايه؟ هلاقي المفاصل حسب مكانها هي أنواعها بتختلف بمعنى أن أنا عندي دلوقتي أنواع المفاصل تلات أنواع رقم واحد عندنا مفاصل سبتة مفاصل سبتة يا مستر يعني هي دلوقتي لا تسمح بالحركة ده ده مزبوط هي مفاصل لا تسمح بالحركة طيب رقم اتنين في مفاصل تانية محدودة الحركة رقم تلاتة مفاصل واسعة الحركة يبقى عندنا تلات أنواع مفاصل سبتة مفاصل محدودة الحركة مفاصل واسعة الحركة طيب تعني نتعرف على المفاصل السبتة ايهية ونعرف مكانها فين ونعرف هي ليه مش بتسمح بالحركة رقم واحد المفاصل السبتة عندنا هي مفاصل اللي هتسمح بالقيام باي حركة مثل مفاصل التي تربط عزام الجنجمة وعرفنا المرة اللي فاتت والنهاردة اتكلمنا عن أهمية الجنجمة ان هي تحمي المخ بداخلها طبعا المفاصل دي بتسمح بالحركة هيكون فيه خطر شديد جدا على الانسان وحياته عشان كده المفاصل السبتة التي تسمح لا تسمح باي حركة هي مفاصل التي تربط عزام الجنجمة رقم اتنين المفاصل محدودة الحركة طبعا من اسمها ان هي محدودة هي تسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط طب زي مين؟ عندنا رقم واحد مفصل الرجبة مفصل الرجبة يسمح بالاتجاه فيه او يسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط عشان كده مفصل الرجبة نوعه مفصل محدود الحركة رقم اتنين مفصل الكوع اللي احنا بنسميه المرفق وطبعا الكوع هنا بيربط عزام عزمة العدد بعزمتي الساعد طيب رقم تلاتة النوع التالت من المفاصل هي مفاصل واسعة الحركة طبعا من اسمها المفاصل هنا بتسمح بالقيام بالحركة في جميع الاتجاهات طبعا عندنا امثلة ليها رقم واحد مفصل الكتف رقم اتنين مفصل الفاغز رقم تلاتة مفصل رخز غلياد اللي هو المعصم طبعا دي امثلة للمفاصل واسعة الحركة وبكده نكونين تعينا النهاردة من شرح الاخر درس عندنا في الواحدة الرابعة بانوان الجهاز الحركي هنشوف مع بعض الوقت اعمل اسئلة اللي وردت على الجزء اللي احنا خدناه منها عدد طيب السؤال الاول عندنا اكمل عبرات الاتجاه يتكون الجهاز الهيكلي من جهازين نقط ونقط طبعا اجابتنا هتكون الهيكل المحوري والهيكل الطرفي رقم اتنين يسمح نقط للجسم بالإحناق في اتجاهات مختلفة عندنا طبعا عضو مهم جدا يسمى العمود الفقاري رقم ثلاثة بيسألني هنا على انواع المفاصل يعتبر مفصل الرجبة من المفاصل نقط بينما مفصل الفغز من المفاصل نقط عرفنا ان مفصل الرجبة من المفاصل التي تسمح بالحركة في اتجاه واحد ولذلك مفصل الرجبة من المفاصل محدودة الحركة بينما مفصل الفغز من المفاصل واسعة الحركة طبعا عرفنا ان مفصل الفغز يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات طيب رقم 4 تلتقي عزمة العدد مع عزمتي الساعد في مفصل قلنا الكوع أو المرفق وطبعا مفصل الكوع أو المرفق من المفاصل محدودة الحركة لأنها تسمح بالقيام بالحركة في اتجاه واحد سؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة هنشوف مع بعض الأسئلة بتاعتنا رقم 1 يتركب العمود الفكاري من نقط فكرة عظمية طبعا مديني في الاختيارات 10-12-21-33 عرفنا أن عدد فقرات العمود الفكاري هي 33 فكرة عظمية رقم 2 نقط هي منطقة التقاء عظمتين عند العدلات المفاصل الغضاريف الأعصاب إجابتنا هتكون المفاصل رقم 3 تصل عظام الطرفين العلويين بالعمود الفكاري عن طريق الكتف الفغز الحوض القدم طبعا الكتف رقم 4 من مكونات الهيكل المحوري عندي عظام الفغد عظمتها الساق العمود الفكاري عظمة العدد هقوله طبعا إجابتنا العمود الفكاري السؤال الثالث بيقول لي ده علامة صح أو علامة خطأ رقم 1 يتكون القفص الصدري من 15 زوج من الدلوع طبعا الإجابة بتاعتنا خطأ لأن القفص الصدري بتكون من 12 زوج من الدلوع رقم 2 يتكون العمود الفكاري من 33 فقرة عظمية طبعا إجابتنا هتكون صح رقم 3 مفاصل الجنجمة من المفاصل محدودة الحركة الإجابة هتكون خطأ لأن نوع مفاصل الجنجمة هي مفاصل سبتة لا تسمح بالقيم بالحركة وطبعا لو عايزة غير الجنجمة ممكن نحط الكوع أو الرجبة رقم 4 مفصل الكتف من المفاصل سبتة الحركة طبعا الإجابة هتكون خطأ لأن مفصل الكتف من مفاصل وسعة الحركة طيب عندنا سؤال طبعا السؤال بتاعنا إيه مهم جدا اللي هو إيه أكتب البيانات طبعا جايب لي الشكل اللي قدامي بيمثل عظام الترفين السفليين طبعا بيشير لواحد واثنين وثلاثة المفوضة احنا نكتب البيانات على الشكل رقم 1 يشير إلى عظمة الفغز رقم 2 عظمتها الساق رقم 3 عظام القضم وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الأخير في الواحدة الرابعة بانوان الجهاز الحركي أعرضنا مع بعض الأسئلة المهمة في الدرس أتمنى كوني استفدتم وهشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته